السلام عليكم وأهلا بكم النهاردة هنشوف حل التحدي اللي حطناه على الشانل لسبوع اللي فات قبل ما اتكلم على حل التحدي تعال نروح بسرعة ونفتكر التحدي كان بيقول ايه بالزبط عندي جدول فيه اسامي الموردين وكمان الكاتيجري فمثلا اول فندر او اول مورد اسمه United Company بيورد حاجات البقالة وكمان حاجات منتجات الالبان التاني الاسمه Allied Distributors بيورد تلات حاجات اللحوم والخضروات والسمك المطلوب ان احاول الجدول اللي موجود قدامنا الاتابيز الصغيرة دي الى جدول بالشكل ده باستخدام الـ Power Query الهيدرز يكون فيها اسامي الموردين والكولومز تحت كل هيدر يكون فيه الكاتيجري اللي هو بيورد فيه منتجاته فمسلا يورد company اهو بيورد الديلي او البقالة حاجات البقالة والديري حاجات الالبان و Allied Distributors بيورد اللحمة والخضار والاسماك كمان عايزين يكون dynamic يعني لما يجيلي معلومات جديدة هنزودها على الجدول ونعمل Refresh للتابل Right Click و Refresh هتلاقي الجدول بتاعك الكبر عندك هوا Allied Distributors بقى عنده اربعة كاتيجري و ADAB Suns كمان اضاف عليه الكاتيجريز الجديدة الحقيقة فينا ستير جدا بعثتلي حلول في خلال اسبوع اللي فات منها حلول ممتازة جدا كلها الامانة حبي ممتازة جدا بعضها كان طويل شوية الناس لفت حب على ما وصلت وده طبيعي لما تكون متجارة في حالة جديدة ممكن تلاقي نفسك بتلف مرة واثنين وثلاثة في الحل فده طبيعي جدا بعضها كان ملهم الصراحة وافكار جميلة وكان فيه عادي قليل جدا يمكن واحد او اثنين وصلوا للحل اللي هنشوفه دلوقتي حالا مع بعض لو انت كنت تبعتلي الحل في خلال الاسبوع اللي فات استنى فات الفيديو عشان هتسمع اسمك ويلا بينا بسرعة نتفرج على الحل بتاعي للتحدي بتاع الاسبوع اللي فات انا وديت الجدول على الباور كويري وتعالى نديره اسم مناسب وليكن مثلا بيفوت لانه هنخلي الكولومس بالعرض فممكن بيفوت دي باسم زريف وتعالى نفكر في الحل الحل بصراحة بسيط جدا ومعتمد على حاجتين شروع جدا اول حاجة ان انا اعمل جروبينج يعني ايه جروبينج يعني هنا عندي لسة الفندرز عايز اخلي كل فندر يظهر مرة واحدة بس يعني بعد كده الليستة دي هستعملها في الكولوم هيدرز فاول خطوة اخليهم اخلي دول بس يبقى يونيك كل اسم يظهر مرة واحدة بس والحاجة التالية طبعا الجروب هستعمله عشان اجمع لكل اسم من دول مين هم الكاتيجريز الخاصين بي بعد لما هعمل كده محتاج استخدم فانكشن سهلة جدا اسمها table.fromcolumns وهنشوف ازي هتشتغل فتعالي ده بالخطوة الاولى ونعمة عندي الجروب فهختار الكلوم الاسمه فندر right click وحاول لو سمحت اعمل لي group طبعا حيقول لي عايز اسم الكولوم الجديد احنا اخدناها قبل كده نشفتناها كزا مرة وممكن حتى حطوك لينكات بتوري امثلة على موضوع الجروب خلينا نقول مثلا الكولوم الجديد ده وليكن اسمه كاتيجري هحتفظ لنفس الاسم وتعالي نفكر في ال operation ايه ال operation اللي انا محتاج اعملها على الكولوم التاني اللي هو الكاتيجري طبعا فيندر ده هيتجمع او هيتعمله تلخيص لكن الكولوم التاني طبعا ده تاكست ممكن اعمل count rose متاح او الحاجة التانية ممكن استخدم حاجة زي all rose وهنشوف بتعمل ايه واعتقد برضو كان عانها قبل كده وهدوس على اوكي ايه اللي حصل هتلاقي طبعا list of vendors كل vendor ظهر مرة واحدة وقصادها table 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 لو قفت على اي table من دول هتلاقي العمل وانهو اخد الروز اللي تخص كل vendor وحطوهم في جدول صغير ادي الجدول الاولاني بتاع united company الجدول التاني بتاع allied والتاد بتاع cairo trade والعملية ضريفة جدا اول حاجة عايزة اغير اسم الستاب دي فبدل group rose هعمل red click وقول له rename وهخلي دي اسميها حاجة زي group كفاية لاني هحتاج بعد كده استخدمها في الخطوة الجاية فمش عايز الاسم يكون كبير الحاجة التانية تعال نبص على فملا bar زي ما انت شايف استخدم table dot group ده اسم الفونكشن اللي بيعمل بيها عملية الgroup by وبيقول انا عايز اعمل grouping b الكلام الاسم وفندر عشان كده 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 هنا جوه اتنين وكمان جوه double codes بالنسبة لكل اسم وبعد كده بينشئ column جديد اللي هو الكاتيجري وجوه بيستخدم each و underscore each يعني اعمل الكلام ده الكل line و underscore معناها ال table الصغير يعني underscore دي بتعوض عن كل table من tables الصغيرة وبعد كده بيكمل types يعني type بتاع كل underscore من دول stable والcolum ستكون جاية لك text فالعملية بسيطة جدا يبقى ال underscore دي بتعبر عن كل table صغير وزي ما اتفقنا ال table الصغير ما هو الا نسخة مصغرة من table الكبير ولكن فيه الروز بس بتاعة كل vendor لوحده يبقى انا محتاج ال column ده عايز اخليه معايا اللي جوه ده متكرر يعني vendor هو موجود اللي جوه ده انا مش محتاجه لك انا محتاج اسامي يبقى انا محتاج ال column بتاع ال category وعشان اقوله لو سمحت عايز listة بكل ال categories مكان ال table كله ممكن اقف بعد ال underscore دي وافتح square bracket وابدأ specify اقوله بالزبط انا محتاج انا و column في الحالة بتاعتي عايز column ال category فحكتب جوه category واعمل check mark هتلاقي نفس النظام بالزبط ولكن بدل ال table بقى فيه list ولو بسيط على اي listة هتلاقي بالزبط نفس اللي حصل united company ادي ال category بتاعتها وي الايد ادي ال category بتاعتها وكايرو ادي عنده بس category واحد اللي هو snax لغاية دلوقتي الدنيا ضريفة جدا والخطوة التانية دي بتاعت ال grouping خلاص خلص طيب الوقتي عشان اعمل table من ال listة دي محتاج اي محتاج اخد اول listة ولتكن دي وتبقى هي اول column ال listة التانية تبقى column تانية جنبها وال listة التالتة column تارت جنبها لو عرفت اعمل كده يبقى انا خلاص عملت ال table المطلوب طب اعمل كده ازاي باستخدام ال function تكرمنا عنها اللي اسمها table dot from columns عشان اعمل الخطوة الجديدة دي او استخدم ال function في خطوة جديدة هادوس على fx هيكتب لي او يعمل reference لي الخطوة السابقة هقف بعد ال equal عطول واستخدم ال function بالزبط بالنسبة لل function دي وهلاقي الطلب الاول عايز مني listة جواها listة يعني بقوله دلوقتي انا عايزك تعملي تاخد مجموعة من columns تحطهم جنب بعض تعملي منهم table طب هو عايز المعلومة جوا listة دي يكون جواها listة كل listة من الصغيرين ما هي الا column من columns اللي هو انا حبني بيها table بتاعي طب الكلام ده موجود فين موجود في الخطوة اللي قبل كده موجود في table اللي موجود في الخطوة السابقة اللي موجود قدام نا دلوقتي وموجود في column بتاع category لان زي ما انت شايف category ده ممكن احويق لستة بحسن مختار وحيبق لستة وجوه اللستة كبيرة دي مجموعة من اللستة الصغيرة يبقى ممكن اقف الاخر هنا وابدأ اكتب المرة التانية واقف الاخر خالص واقف القوس بتاع وادوس على وزي ما انت شايف اول لستة فعلا بقت column one اللستة التانية column two اللستة التالتة column ثلاثة لو عايز تراجع ورايا ارجع على تقف على اول لستة دي وديري ارجع هنا هو فعلا دي وديري لو رجعت البقين هتلاع مزبوطين وطبعا السلزة الفاضية بقى فيها نال وما فيش مشكلة خالص يبقى انا فعلا قدرت اعمل من التلاتة column راستهم جنب بعض في شكل table الدنيا هايلى اللي فاضل لي بس ان انا اجيب column headers نعمل edit سريع نفس الخطوة لو عملت كما في الاخر كده هتلاقي بيقول لك ايه اديني column names يبقى انا اجيبت فيها column names يبقى الدنيا بتاعتي هايلى جدا طب اجيب همين هعمل escape ارجع وبص على الخطوة اللي قبلها هتلاقي عندي column الاولاني في vendor او column name يبقى بنفس المنطق لو عرفت ارجع على الخطوة اللي بعد كده وادلي اسم الجدول ده وادلي منه column اللي اسم vendor يبقى كإني بالضبط بدي list بالcolumn names وتعال نجرب هنروح على custom one هقف الاخر وهعمل كما وي اكتب بنفس الحوار بالضبط هكتب group by او group تده وقت افتح square bracket وجوه عايز المرة يبقى الكلوم اللي اسم vendor اللي فيه اسامي وعمل check mark وادلي الheaders كلها اتضبطت وكده احنا خلصنا ممكن نقدي اسم محترم شوية للخطوة الاخيرة دي rename وهنسميها مثلا rebuild table يعني عادة بناء الجدول حاجة زي كده وبعد كده ادوس enter وانا جاهز ان اعمل load close and load close and load 2 واندوس على ok واد table بتاعك واد المعلومات الاضافية تعال نجرب كده ctrl c وممكن نعمل paste value من هنا على طول add paste value وتعال نعمل red click refresh واد الجدول بتاعك حصل له update ويستعمل المعلومات الجديدة والدنيا ماشية بشكل هايل لو رجعنا تاني على القوير بتاعتنا هتلاقي احنا عملنا الخطوات اول واحدة حتى source ما بناش فيها حاجة التانية استخدمنا فيها الانترفيس وغيرنا بس كلمة واحدة والاخيرة كتبنا function واحدة table from columns وشغال معاك dynamic اعتقد ظريفة واسهل كتير ما انت ممكن تكون متخيل وفي النهاية بشكر كل اللي سهم معايا في حال التحدي خلال الاسبوع اللي فات شهاب الصغير بهافيا جوبتا اريخاندرو سايمون عمر علي فلورين ميهاي كوباتشي جيهندارا بيستا انتوني سوفي زيفيزديانا اجاتيكس روي ويلسون عزة كسواني جوش اكسل هيسم الطحان نوكي اورين جيف سناكي ياسر شعلان ومصطفى الهواري شكرا جدا لكم جميعا وانتظرونا في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته